بلايش اكدلي انك مش تكون اجوابتك صريحة وصطقة انا الحقيقة عودت الناس وعودت نروح بالاقل اشتري حقيقة لا نحب الحقيقة حاضر ننطلق يا سيدي اشتركوا في القناة من الصور اللي قعدتلك في بدايتك وما نسيتهاش ولي حسيتها تعنتك مستك من الداخل من العمق متاعك اللي صارولي علي صورة مع الناس مع المجتمع مع الفنانين مع التلفزة مع الإذاعة مع الصحافة صورة ما تنسهاش وما ينسهاش الدلاج صورة ما ننسهاش انت اذكرتلي الصحافة لحقيقة قامت يا ربي فما حاجة ما جاتش الفرصة باش نحكي عليا فما نوع من الصحفيين بكر اللي نعرفهم أنا فما ناس تفطروا تفطروا وتسهر وبخمسالاف الارتيك اللي تكتب وانا عامل نجاحات وفي لفيات ما يعرفونيش بالاسم يعرفوا لغنية حتى لين مرة حازوا فيها زوس حابوا بركاج ما جاء حد حاز عليه وتبركيت وتضربت قدامهم والحكاية هذه التتعرف عام 2014 واختلي انا اتعدي التليفزيون معا على الشاب ووقتها فما شكون شايف تليفوني وكلمني وقال لي نطلب منك سماح نسمعوا بمصفة دلاجي عالكاسية وقتها اي وما نعرفوش الشخص يعني أنا ما عنديش علاقات مع الاعلاميين ما عنديش شكون يكتب عليها ارتيكل الا واحد بركة بالمناسبة نحب نوجهه له تحية ونقول له وربي يرحمك وانا عمري منسيتك عمره مخضاء علي فرانك وكان يشري لي كاسكروت في القائلة وانا صغير ويكتب عليها الله يرحمه هو الاستاذ الناصر الرابعي ناصر الرابعي تلفزيا لقيت القبول بسهولة لا تحبت لا ايه برشا اتعاب انا بعد غياب 16 سنوات عديت محاتم عمارة 12 أفريل 1998 نرجع 12 أفريل 2014 مع علاو الهادي زعيم وفي الحوار التونسي في الحوار التونس تسكرت عليها في الفترة هذه كوزيت انا عملت عمليات 2009 خرجت من الفرقة الوطنية عام 98 خرجت 2009 21 سنة فرقة وطنية واختلي خرج مش نعمل فرقتي وحدي وليزا البو متاع يضربوا وقتها وكذا نعملو الزعماليات ونقعه ثلاثة سنين ونص وقتها في بالك من الناس كلنا ما تكلمش تكلمت كان في الخمسة ستة شهور لخرانين بليتو وحد وثلاثين قوت 2012 وانا نحارب باش نتعدى تلفزا وتذكرت علي يلا حقيقة نتعدى بالصدفة بالصدفة كملوا بيا كمالة وقتها مو جيبوك لا ضيف حقروني في الحيوار التونسي حقروني كلها غنية خمسة وستة غنيات وانتي إلا أنا غنية غنية وأنا راني كذبت واليوم شو قول أنا كذبت خطر كرامتي ما سمحت ليش وقتلي على الشاب يقال لي زيدنا غنية أخرى قلت له يا ساعد منزر وخفف وهو من تالي قال لي لا غنية كهو كملوا بيا وضربت لغنية هذيك ومسحت لي تعب السنين الكل في كل برافو برافو دليجي أهمهم أهم درس أهم درس درني رمون تعلمت وكنت يسر نقول أنا ما عنديش زملاء في الفن عندي يا صاحبي وخوي يا ما نعرفك بين بالكشف في دم الفن ما تعملش أخوات وما فمش أخوات وما فمش صحاب فم زملاء تم مقايدة نعطيك مجهود مقابل مجهود تقفم الحكاية تمش صحاب في دم الفن ما فمش أصدقها أنا 36 سنة كارير أول مرة هبط لللافايات هبطوني في كرهابة البردجان أثناش جانفي 1988 عمري 16 سنة وطرف هبطوني في بير القصعة مع البردجان ساعتين باش خلت لللافايات واضح وتلوحت في اللفايات وقعت قدام باب لذاعة ونلوو وشوف زوهيرة سالم ونشوف سي مصفى الشرف يلا يرحمه وأحمد حمزة وقاصم كافي وسيعزدين يدير ربي طول في عمره سي محمد أحمد صغير ونحب الناس أنا الحقيقة ما نعرفش البيئة اللي تربيت فيها نمنوا برشة بالحب والعواطف والصحبة ملقتوش هذا لا في ساحة لفايات ملقتوش 36 سنة اغلقتهم أثنى الجنفي 2024 بعد 36 سنة اكتشفت اللي ما فماش حب وما فماش صحبة فما كان المصلحة تعطيني نعتيك سالة سايخ ومن عندك ويوعدك وما يعتيكش ملا اللي قاله سلاح مصباح صحيح اللي قاله وشوف يتقال شوف لا وشوف الفصان اللي قال مهلا وماكش موافقه مش موافقه على الفصان واضح على الفصان ولا بياج نجمة تقول الحقيقة ما غير ما تعوج وجهك ما غير ما ما تتهكم ما غير ما لا بياج متع سلاح وانتي صغير نجمة تقول شكوني تنجمة تحكي مرت 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 تكيت عليها عليها محبوش يعطيو هالي دارهم بوها قال لا زوفري لينك فنين لم هكاكا هو إنسان برجوازي ولبس عليه فلاح كبير احنا من احنا اللوتا خلينا ما قوش كلمة احنا احنا اللوتا عائلة متواضعة اي عائلة متواضعة ورغم إنه بابا مقاول بينيه لكن تربيتيم وهو حتى لو كان تبدأ أنت في مستوى أنا في مستوى عالي وعائلتي هو يرى روحه فما عن جهاية ولكن اخذيتها مرتك اخذيتها رغم الرافض اي اخذيتها قولوا شو عالقتك اخذيتها لخطر هي بنت عمها بنت عمها عمها يحبها ياسر الله يرحمه محمد الشبل وقت اللي انا تزدمت بالحكاية هذيك عايطلي وقال لي بيشتاخذها ويحكم محمد ورغم اللي أصغر من بوها وهو اللي اعطيهاي لي وخذيتها والله يا رحمة علي اختك ببو مرتك طوى طوى ما نعرفوش الحقيقة راي ما ما تزدمش لحكاية كانت حبور نزيف طو نزيف تنكذب أنا ماستنس يعني ما تقابلوش لكن تقابلوش كي إنسان عادي عسلاما عسلاما استنسنا راو مش موقف ولا استنسنا استنسنا مايجينيش لداري مرتك مش متقلقة مرتك بنت بوها تمشي لدار بوها وتمشي للمة وتي ما تبشيش هو مايجيش لداري وتي ما تبشيش أنا مايجيش لأنا دارهم منطوى عندي 26 سنوات عليش قعدت في قلبك السنوات هذي الكل أنا بور فض بشي يعطيك بنتو شوف ممكن انت عرضو لنا الناس كل عليش قعدت في قلبك السنوات هذي الكل ما قعدتش في قلبي الحياة ماشية هكاكا ما حبنيش ما قبلنيش قعدنا كاكا اليوم انتي نجم عيلت زوجتي كيفش تخزر أنا الناس عندها أم أنا عندي زوج شكون حبيبة أم زوجتي وأمي زوجة ذومت هاي ناس عندهم أم وأنا عندي زوج معتا أم مرتك تحبها نسيبتك هي تحبني هي تحبني لدرجة تكوني أنا معاش رها أم مرت بك المنطق نسيبتي وقفت معاك أنا أول كلمة كيراتني سامحوني في كلمة بالمنطق القديم كيراتني مرندف مع بنتها وإحنا صغار قتليش تعمل قلت لنحبها مش ناخذها قتلي والله اللهم أنا تحت للحوت ونحب نقولها لا ونعاودها لا الكلمة هذه قتلي اللهم أنا تحت الحوت أنت رجل بنتي إحنا صغار ما نجمش نسيها كلمة ذي اللي عملتوا معايا السيدة ذيك يا حبيبة بن ناجي قتلك الناس عندها أم وإنا عندي سوس ومترتاح كان في داري راه في داري ها ولادها تسم هاي بنتها تعيش في البر وولادها هنا بحظة داري عبارة أمك بوليت بيتها عندها بيتها مترتاح كان في داري تحبها؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعفهم يحبوك برشا بوكومك ناس طيبين وبسطاء ومحلاهم اليوم الدلاجي النجم كيفش هل عوثلهم ربما الحرمير ربما علش انا مدين وناس ما تحمد ربي وما تقرأ قرآن كان كنت ترشخ عليها الرعد انا قد ما ربي يعطيني قد ما نضعف قدام ربي خطر اللي عملوه بابا وامي لو كان انا تعديتي نابا يخسويه في الدنيا امي وابا يذيعو يذيعو كان انتي ما كنتش ناجم بوك وامك يذيعو لو كان ما جيش 12 عفريل 2014 وديما نحبه نقول رغم اني تخلفت انا والهادي زعيم وقصيت عليها انا خطر انا تربيت راجل ما يكبر فيها انا حتى وقصيت عليه ونطلب منه السماح خطر لو لا الهادي زعيم وتوفرت الظروف اللي فاها علاء ولفاها صديقي مهدي اللي مولي بدينها صغار مبعاظنا ولفاها قناة الحوار التونسي نأكد لك امي وبابا رامضا في وسط الزحمة وهلعدم الانضباط وهالنغاتيتود اللي سايرة نأكد لك نجم يسير فيها يسير فيها يسير فيها وفي امي وبابا كنت عدا ينجم ونت عدا ينبغسي لو لا اللحظة ذيك اللي تعدي غيرت حياتك ربي ثم واحدة فنانة عاربت جيت انتي قلقتم انا اخويا خطر بديت نابل انا قلقتم انا قالوا كل المخالجين لو لا اللحظة ذيك اللي بعثها ربي نورن بعثها والله في صدري ام باش رفقه ما معرفش شنو اللي صار ملايكة حركة الكون دا باش انا اتعديت وتغيرت الدنيا وتغيرت الدنيا شوف ومش ما نستاهلش انا كارير تعملت مع مئتين وسبعتاش مفنان صناعت ناس كما هو ما صنعوني كما المنصف عبلا لو لا المنصف عبلا في حياتي وفي كاريري ما نوليش انا الدلاجين رغم الخلافات والاختلافات احتضرني وانا صغير ويشريلي السيترونات في القائلة وانا صغير 16 سناء ويحطلي عليك البشكوتة ذيك يفطرني بازني لدارو اي تعب الدلاجي تعب الدلاجي تعب مكاني تعب مكاني تعب مكاني كما انا عملت برشة فنانين نشحوا كانوا هناك إيراد حتى هم زادوني هم زادوني العلاقة خوذوا هات نحبش لانك غاتيتوا يدانا فنان فنان نجحني ونجح بيا هذوما الكل كنت النجم نتعدى يقناب يكسوي لولا اللحظة الحاسمة مع الهادي زعيم وعلى الشابي ومهدي المولهي ونعاود خطر نحب نشكرهم شكر كبير وكان يصير في بابا وامي علاش؟ خطر بابا ربي يذكروا بالخير بابا عزيز وامي عزيزة خطر بابا مش ما استحفظش بابا آنيق ومحلاه ومقاول بيناعمل فلسطين فلسطين احتجنا والحمد لله ربي يخزرلي بعين الرحمن والحمد لله انا شاكر ربي مش على روحي وديما نقول يا ربي الحمد لله على خطر بابا وامي يعني نجم ويذيع ويرزول عمد لله يا ربي الحمد لله تصف غير انا نعرف تبكيش الدلاجة تبكيش انتي انتي صناعت من الضعف قوة وتعبت وجريت وانا نعرف مسيرتك الكل ونعرف اللي انتي فنان كبير وقديب وكاتب ومؤلف وملحن برشناس ربما ما تعرفش هذا ولكن المقربين يعرفوا شاي هدايا وانتي تستحق كل هذا النجاح تستحق كل هذه النجومية تستحق الفلوس اللي تصور فيها اليوم الخدمة اللي الناس تجريوا راك راك تستحقه راك جيبته بجهد جهيد ونحب نشكر بابا عامة الباك انا مطرد من السيادتو الكل مطرد من السيادتو الكل انا مطرد من السيادتو الكل انا اخديت باكالوريا كونديدا ليبرا برافو والله برافو نهار الكنفوكاسيون باش اكتشفت اللي انا مطرد خباوا عليا وقرروني في كوليبرو وما ترجعش للليسيه وتقعد بحضة الدار حسيلو لا الا الله محمد رسول اللي عاملوا معايا بابا باش سبيدري منحبش نسمي سبيدري السينيين شريه سبيدري وقتا ايفا لندل شكون يشريه بستين الف وبسبعين الف عبارة سبعمية وثمانمية طو هذكا انا اللي ربحتو في طريقة التربية وقتلي بابا يضربني ويعطيني تريحا من بعض اكتشفت ما يكرهنيش يحبني باش ما نفسدش وباش ما نعملش وكده الحمد لله النوادي لا تفعل منعتني بالكورة اللي عملت فيها زادة 11 سنة منعتني بابا وعائلتي وطربيتنا هذيه اللي ربحتو انا من عائلتي هذكا عليش انا طوة ولادي نحبه وميتفوق وتفوق كبير ويقرأه في المدارس عليا وينش انتبه الى هذي السور وانتبه معايا معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التعليم تطبيقcience لـ وهو يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد呼amientos hemleddra режим هدوه ليه عليكي bras carrots بحشتو دليجي بحشتو برشا قال لي بشا معي الستوديو قال لي سيدي اذيه محلا ودخل صوب صوتك في العلبوم متاعي هو يغني واختلي جيه بغشش عليها بغشش علي انا اكبر منه بحداش نسنين يعيتلي سيدي هون يعمل ديدي بورد مو كذا كذا واختلي بشي بش انتلاه بيه وش يعمل وش يعمل اقلاع متاع الصوت وعزيز غالي والفلانين يعرفوا هذا يراه صار طمحنا تحكم بسبع سنوات حبس وان شالله تخيبيانتو يا ربي في العفو اللي جاي علينا ان شالله نحب نبعث له اسلام اسلامي اسلام أمي وبابا واسلام ولده ونقول له تخيبي أنتو وإن شاء الله نشوفه على خير هذا ولده ولده قد ولدي صغير يعني 20 سنة توا يعرف يغني يحب الحياة كده غلط أما الغلطة الإخيرانية أول مرة نصدقه أول مرة نحس لي هو مظلوم ورب يفك سجنه وهو وجميع المؤمنين واللي تستجن لكليك في ذيقة ربي يفتح عليهم ورب يشاء الله بوغوس ها مزيان برشا مزيان أشاب مدلجي لا لا أشاب مني برشا وأطول وخشن دمعة وابتسامة تشتعل الأضواء في تلبزة